أنا أود أن أسألك أولا عن الموقف العسكري الآن هل هناك وصف لي الحالة المعاركية إن صح التعبير هل هناك معارك ولا هناك هدنة وفي احترام أم في خروقات الوضع العسكري الآن أولا ربما ميدانيا نستطيع القول بأن وقف إطلاق النار هو السائد لكن يظل وقف إطلاق النار هذا مصحوب ببعض الخروقات التي تقوم بها ميليشيات المجرم خليفة حفتر بين الحين والآخر نستطيع القول بأن قوات عملية بركان الغضب موجودة في كل النقاط وفي كل المحاور التي هي عليها منذ يوم أربعة أربعة حاول إعلام المجرم خليفة حفتر أستاذ حمزة دعني أضعك وأضع المشاهد في حقيقة ما يجري حاليا جنوب طرابلس أو في المحاور القتال خليفة حفتر حاول إيصال الصورة للعالم بأنه يقترب من مشارف طرابلس للأسف نقوله وبكل مرارة بأن ربما تهاولنا تخادلنا أو ضعفنا السياسي ما قبل أربعة أربعة هو من أوصل خليفة حفتر إلى مشارف طرابلس طيلة الأشهر التسعة الماضية في هذه المعارك لم يستطع خليفة حفتر أن يأخذ مترا واحدا بالسلاحة وبالقوة وبالتالي قوات عملية بركان الغضب قامت بصده وبتتبيته بل على العكس تماما استطعنا استرجاع كثير من المناطق ومن المدن وأهمها مدينة غريان التي كانت مرتكزا أساسيا وقاعدة أساسية له في المنطقة الغربية الكثير أسبيع أسواني الرملة الكثير من المناطق التي تم استرجاعها من هذا المجرم في لحظة من الارتخاء من الضعف السياسي سمها ما شئت كنا على مشارف الدهاب إلى مؤتمر غدامس وبالتالي كانت حكومة الوفاق وكانت كل القوات الموجودة تبع حكومة الوفاق في حالة ارتخاء أو في حالة أنها داهبة إلى السلم وإلى حوار غدامس استغل هذا الظرف ووصل إلى ما وصل إليه من دعم طبعا أخي أستاذ حمزة أقوله بكل صراحة نحن لا نقاتل المجرم خليفة حفتر لو كنا نقاتل المجرم خليفة حفتر لمقتضى الأمر 24 ساعة لكننا نتصدى لمشروع دولي رأس الحرب به أو أداته خليفة حفتر لكن حقيقة الأمر نحن نخوض الصراع مع النظام المصري مع صعاليك الإمارات مع السعودية مع مصر مع فرنسا ومن ورائهم استعانوا مؤخرا حتى ببعض المرتزقة من الروس بالتأكيد الأموال الإماراتية على هؤلاء الصعاليك جندوا الكثير من الجنجويد ومن المعارضة الشادية ليكونوا في صفوف هذا المجرم باعترافهم هم نحن وبفضل الله وبإرادة الشباب وبعزيمة الشباب كبدناهم الخسائر آلاف عندما يتحدث الناطق باسم المجرم خليفة حفتر قبل شهرين ويعترف بأن قتله سبعة آلاف قتيل في محاور القتال ناهيك عن مئات الأليات التي دمرت عندما حاول الاستعراض في بداية عدوان على طرابلس وبالتالي محاولة إصال الصورة بأن حكومة الوفاق هي حكومة ضعيفة وأن قوات حفتر تسيطر على المشهد هذه صورة مغلوطة